ذهب مئتين وخمسين مسلثة لأكثر من ثلاثين فيلم تونسي بلجيكي أمريكي فرنسي مصري طلياني مسيرة حافلة بالنجاحات كانت ملكة جميل تونس عام ثمانية وستين هي الممثلة القاديرة المحترمة واللي برحق ينا بيخسن المون حبها برشا مادام سلوى محمد برحبه أهلا وسهلا مرحبا نورتني تعرفني زدينة نحبك برشا أولا لأن اسمك أميم عالس البنتي وصمحني بشي نوجهه لها تحية لأنها موجودة في العمرة هي وزوجها إن شاء الله نقول لهم عمرة ميمونة وربي إن شاء الله يتقبل منهم وكل المسلمين نحب الرحب بيك أنت زدها حتى هنا يعيشك نقول لك مرحبا بيك نحبك برشا ونواجه تحية إلى كل مستمعي إذا عتنا اليوم بالنسبة لنا أحنا دي وانا فهم طبعا أحلى تحية إلى أحلى مستمعين يعيشك مادام سلوى احنا زدنا نحبك برشا نفرح برشا كي طل علينا سلوى محمد مسيرة حافلة طويلة في المسلسلات في الأفلام في المسرح تبارك الله ممثلة اليوم تستحق إنك تكرمنا بنسبة لي هذي لمسة وفاة لك أنت مهدية منيانا ومن كامل الفريق اللي معانا نشكركم برشا ساعة قبل كل شيش بك قليلة الظهور ما نشوفكش برشا كيفش؟ قليلة الظهور ما نشوفكش برشا في الإعلام والله أنت تعرف بالنسبة للفنانين والأغلبية متاع الفنانين خاصة اللي ما ندروش برشا في الساحة وما نخرجوش برشا وما نخرجوش في صهريات وفي اللامات وفي الحفلات الناس اللي في عمرنا في عمري أنا خاصة نقول واللي نشدين الديار بالطبيعة لهين بعائلاتنا لهين بديارنا لهين برجاننا لهين ملازمنا لكن هذا ما يمناش من أنوقت ليستدعاونا لأي عمل كان فإنما نرفضوش نحن طبعا بالنسبة لنا نحن العمل الفني هو معناها الأكسجين متاعنا بالعكس أي عمل وأنا قدش من مرة قلتها وتوجهت لكل المخرجي اللي جان خاصة خطر أبا أبغاما اللي جان يما يعرفون إيش يما همش مقتنعين بينا صديبا إبغطان شوفوا في حاجات مالوغوزما ساعة يوجعوني برشا 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 لأنك نشوف دور متاع مرة كبيرة جايبين لو مرة كلكنك أني مم با كوميديين جابوها كسوة مش شارع ولا مدار ولا مميتو ولا قالتو ولا عمتو ألو خكي أنا هذك خبزي اليومي معنا ذك خدمتي أنا لذك أبغاما نشوف حد أخر اللي ما هوش أهل لليا أنا كمتفرج ده بوخ وليل العمل الفني معنا ما نتصورش أنه بشي ذيفلو جيب مرأة عمرها ما مثلت تحطها قدامك ما نعرش عليش ربما يعني شي في الفلوس مادم سلوى يقول لك اليوم كان عيد سلوى محمد تطلب برش أنا وزميلاتي الكل الكل اللي نتكلم معهم واللي في عمري أنا رانا ما عدناش نخدموا على الفلوس احنا مخدمناش اقبال على الفلوس ناخذوا بطولات ناخذوا في خمسة عشر دينار بش نتكلموا طوا نحمدو ربي نشكروه تويك اللي حاج حاج والي عوقا وقسيي لكن واحد يخدم بغلو مغال أولا وثانيا كما قلت لك سي سي نطخو أكسيجين معنا يجي واحد يقص عليك الأكسيجين صحيح اليوم الفنان في أي فترة عمرية يا خيانا ديما نقولها ونعودها المسلسل هو يجسد الواقع فيه الأم فيه المامة فيه الأولاد الصغير فيه المرأة اللي تكون في الأربعين في الخمسين اليوم شنو اللي يفسر انه عدد من الممثلين مش كان انت مادم سلوى محمد كل بخيسك أمال بكوش علي الخميري دغنيهما في تحت السور وغيره من الممثلين يحكي ويشكي ويشكي ومن تغييبهم من الأعمال الدرامية شنو اللي يفسر هيدا ممثلة في قيمتك في أدائك في صدقك للأداء عليش ما نعيتوش لسلوى محمد والله هيكي ما قلت ما فهمش أنا برك فهم العديد والعديد من الزميلات والزمالي في عمرنا أحنا أنا شوف أول حاجة تقصير من السيناريس لسيناريس ما عدوش يحب يركبوا يركزوا برشا على العمال على العمار متاعنا أحنا وثانيا ربما لي قلت معناها معرفة لجان هذو ما لي قاعدين نشوفوا فيهم على الصحة المخرجين اللي قلت معرفتهم بينا أنا واحدة من ناس برشا ناس عمري ماريتهم حف الدنيا معنا كامو خرجين شوف المسلسل متاع ويعجبني برشا ونقول محله ومصابر أني خدمت فيه لكن أنا منيش موجودة ربما يكون هما يعرفنيش ربما يكون موش مقتنع بيه ربما أن أنا لاحظت برشا حاجات ودبغ جم إكسكوز بش نقول لكلام هذا لولادي أبرتوه ومولادنا وتربيوا على صوتنا وتربيوا على وجوهنا وتربيوا على الأعمال اللي عملنا لهم ما نتصورش أنهم همام هالي جان اللي قراءوا كل سوال بره ولا في تونس ما نتصورش أنهم ما كانوش يتفرجوا قبل ولا ما يسمعوش لذاعة حتى كل ما كانوش يتفرجوا على الوطنية إعادات ونشوفوا الأدوار بتاعكم لكن اللي نعيبوا عليهم وحسب ما فهمتوا أنا آآ بيتجربة قصيرة برشا خطر عملت في برشا أعمال مع اللي جان مالك غاليا أنا جيتو جغدي راهو بالنسبة لي أنا ليهمني مش أنغولة بختان راهو ليهمني أني نظر بش الناس ما تنسانيش لأني عندي البقرون متاعي يعني مش اللي وجد أوه بش يحكموا علي ممثلة ولا مش ممثلة قديرة أو غير قديرة اللي يهمني أني بالناس تفكرني ومن خلال المعنى هك المشهد ولا أكل الحاجة اللي أعملتها حتى إن سيكاس حتى دي سيكاس مش على الفلوس بيسير ما كسبة حاجة كبيرة بش الناس كي شوفوني حتى إذا كالصغار ما يعرفونيش فأنا والديهم مش يقولولهم مش يقولوا مراي هذي ككينت رايدي كمو مطلرة وكذير 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 ومن خلال هذا معناها اسمي يكون متداول في الساحة وناس ما تنسانيش احنا طوي نخدموا بش ما نتنساوش على خاطر مش معقول بش إنسان بعد خمسين وستين سنة عمل يجي القاروح وقعد في الدار ما يعمل في حتى شيء لكن اللي أغرب من هذا أما فم أنساء اللي كي ما قلت ما هو مش ممثلات نشوفوه بيعطيوهم الأدوار هذوما هوا بشو قولك عليش عليش أولا يخافوا اللي جان اللي احنا ما نقبلوش ألغوا نقول لهم رو صانيب أفغي رانا نقبلو رو طويكة كيف ما قلت ما نبشي لو جو بيش حكموا علينا أنا حا حكموا علينا وانتهي ثانيا يخافوا من الفلوس رانا ما نطلبوش برشا فلوس صانيب أفغي خاطر نعرفوا الامكانيات في بلادنا ونعرفوا الامكانيات متاع الانتاجات اللي غلابة اللي خلق عربي لكل كساسواء سينماتوغرافيك غاديوفونيك تليفيزي نعرفوا شنوها الامكانيات والناس معناه الانتاج نعرفوا شنية يعطيه الانتاج الفني في بلادنا أنا يكون فانكوب منفش نطلبوك شيء كبار احنا نطلبو من أولادنا جس بش يتفكرونا لمسة وفاة كيما أمو قاعدة في الدار مدى بيه مرة في الجمعة يمشي يتفقدها احنا رنى أميتكم وبيتكم ماذا بينا تتفكرونا في الأعمال متاعكم بش نظروا بش الناس ما تنسليش لأكتر ولا أقل الحقيقة الكلمة متاعك تواجع برشة مدم سلوة انك تقول ما نحنا منحبوش نتنسيو خطرا جمعا نتفكروا لي الفنان يعيش فترة من النجومية فترة في هالأضواء الكل عليه فترة انو الناس الكل تعرفوا وفترة انو يخرج الناس كل تسلم عليه وفي لحظة هكا وفي فترة عمورية منحبش نقول على خطر اينا باركزون بلديما نتفكر مدم سلوة محمد كي نتفرج عليه نعرف تاريخها نقول كي ما نشوفش أعماله عليش مدم سلوة محمد مش موجودة عليش عزيزة بولابير مش موجودة نتفهم انو فما جيل شديد لازموا يعطيوا فرصتو لازموا يخدم ولكن زيدة فما اجيال قديمة من المهم انهم يكونوا موجودين حتى بشي تعلم منهم الجيل الجديد هذي حاجة من الحاجات اللي أنا حسيتها في عدة تورناجات انهم مش نقول كلام مربا ميلومون عليها ولادنا مع كل احتراماتي للمخرجين الجدد اللي قاعدين يعملوا فيه أعمال رهيبة وحلوة برشا ونتمنى وانا رانا كنا مشاركين فيها حتى بالقليل القليل نتصور انهم يرهبوا مننا يخافوا مننا وقالوا هالي برشا مخرجي قالي انا من الجمش نديريجي مادام سالواء محمد يحشم الله قطلوا بالعكس بابا عليش ولدي بالعكس بالعكس انا مش نقف معاك بش نعاونك حتى كنا نراك عندك اي خلالي انا بش ن في وذنك ولا نعايت لك دوكوتين وقل لك ما براي الحاجة هذي كري ما تجيش رو كذير رو كذير خطر نشوفوا ساعات بتبيعة يا اخي افوكس دفورجي انفون دفيا فورجيران كمم افخي 40 او 50 او خاصة نتكلم على روحي خطر انا خادمة معا معا عبقر انا خادمة معا 20 سنتوري فوكس معنى وخادمة معا ليز امريكان لي فرانسي المصار والمصار والمصار معنى شفت الزكيب تكنيك والاخراج والحاجات هذي شفتها على مستوي عالي برشا وشفتهم كيفش يتصرفوا كيفش يخدموا كيفش يعملوا دونك النجم نعاونهم بالعكس انا نعطيهم راي وديما نقول يا اخي الخبرة اللي كسبتها شو نعمل بيها بش نهزها معايا للقبر ماذا بيا نعطيها لأولادنا نجمو نقولولي بخلاف هال المخرجين الشباب اللي يمكن عندهم ما سبابهم انهم ما عايتوش سلوى محمد وغيرهم بلادنا بلد النكران تنكر اللي قدموا الفنين بصفة عامة مدام سلوى لا مش صحيح احنا الحب اللي يلاقينو والغذاء الروحي اللي ينخينو من الببليك هذك هو راس ميننا نخدمو ولا ما نخدموش احنا فرحانين انا كنخرج نقضي ولا نخرج لأي مكان اي ادارة والناس تبدأت بصفية وتعنق وتسلم علي وينكم وتوحشنيكم ونفس الكلام اللي تقول فيه انت يا راي يقولو الوطن الماسيط ياوخي تتوحشنيكم معلش ميجيبوكم مش ياوخي تشكونا اللي يجيبوهم انا ما نعرفوهم مش ياوخي ما يعرفوش اللي مهما نتطورو ما انا نقدبو اه انا اكزامبل في الكوجينة نجمو نتخليو عالكوسكسي في العصبان نجمو نتخليو عالملوخية من نجمو نحن كيكة نحن الكسكسي في العصبان والملوخية والهرك ما هو اللي تحب بنتي انا رايو نتصور بوش كنينة رايو نتصور حتى الناس اللي تسمع فينا ايخي توحنا كنتفرجوا في المدم سلوى المسلسلات القديمة عنا حنين للممثلين لقدوم نبدو نتفرج ونقول يا شبيع لي الخميري باركزامبل والله والله يا بنتي شبيع مدم سلوى ما تمثلش صدق او لا تصدق والله العظيم رأس اولادي يا في الشارع الناس يقولوا يقولوا يلي نتفرج وكان في المسلسلات القديمة اولا لسوجي اللي قاعدين يعملوا فيهم بالنسبة لحنا كمجتمع تونسي مع الشابونا برشا ناس ما مشو محبذينهم ما مشو محبذين ماذا بيه يقول لك اعطيني حاجة اللي احنا عايشين فيها اللي نعيشها لبلادي ساعات تلقى مواضيع معنها متاع السيارات الفاقرة والفيلات الفاقرة ماذا بيه يشوف كما تويكا انا بالنسبة ليا انا بالنسبة ليا انا قد مخدم منام تعروسي ربيعة ام عزيز اذا هو الناس يكل معناها يا ربيعة ام عزيز قد عالو قدش عندي معناها من اللي خدمت والدور هيدا فما مشكلة في السيناريوات مادام سلوى اليوم مشكلة كتابة لا 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 انا جي ماجين كو المشكلة في الاختيار فما رأيه جديدة بالنسبة للناس فما رأيه جديدة بالنسبة للبلاد بتاتر فما رأيه جديدة بالنسبة للشباب يقول لك الوكب العصر زيدا كيف كيف والتطور اللي ساير في الدراما العالمية لك ماذا بينا احنا كتوين سازده كيف كيف نتطوره؟ والله اي صادبا كيفاش نتطوره رأى نتطور مش في كل شي مش في خاسيب متاعنا نجموش نتطوره في خاسيب فما حاجات ثابتة رأيه من نجموش نغيروها فما مواضيح ثابتة من نجموش نغيروه وما نجموش نغيروه وما نجموش نغيروه اللي احنا تعرفنا بها قبل وتشعرنا بها قبل بشو نحكي لك حكاية؟ والله كنتفكر انا بدي نولي نضحك انا كنمشي مثلا المهرجات السينمائية العالمية العالمية جو ديبيان انا نعرف روحي ممثلة تونسية وزوالية انا بش نحاكك في السينية وفي اللبسة صدقني نظر بلهم حرام كما نعرف هنا تعال جانوبك اللي يبداش عشاعي ونظر بلهم خو الخالقي اللي شقشق فهمتني؟ ونعلى الملكة الوحود اللي في راسي الهناء فهمتني؟ ونلبس لهم لبسة تونسية حرة صدقني والله 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 بلي نبدا هابتا ما ندروش اك الناس اللي قاعدين يتفرجوا كل كل يزروسهم يغزرولك ودا ياري خديت تميس في السيفال انا في تشقند في روسيا خديت تميس متاع المهرجين باك اللبسة هذيكة لبسة العربية متاعنا محليها ساعدة واحد ببساطة بديع ويخرج اشابه احنا مش كون مش عانا دانو كيمية ولا نجا مش معنى لازمني حاجة اللي اينا تختلف عليهم هما لازمنا الافكار هذية في الاسوجي لازمنا كنوا مختلفين ونتشبثوا بالمواضيع متاعنا وبمشاكلنا اللي موجودة في بلادنا بعاداتنا ساعدة ومثلا حتى عشان شوف مسلسل يحكي على الريف انا مثلا اللي هو كين موجودة قبل الدوار كيف كيف حسبته عقبات فما فما اكس كيمل على الريف اليوم تفقد شوية ولينا نشوفو كين الاجرام المشاكل القضايا هذيك الحلم هذيك احلام الشابين حلم الشاب انو شوف روح وعايش في فيلا بالبسين وعندو كرباكات فوقات تكعر واللبسة من افخر ما فاما والمواضيع متاع الريف ما ياخدوهم كان في الحاجات الخيبة شكي مالوغو باسكو سيني بافغي الريف متاعنا هو مبادئ هو اخلاق هو تربية هو دين هو برشا حاجات هذو ما ما ننظروا لهمش ننظروا كين باش نوري واحد جاي من الريف هاو مهنتل هاو مالابيي هاو يعمل في حاجات خايبة هاو يسرق هاو يعمل هاو يحكو سيني بافغي حاجات ابعاد برش على الريف راه سالوا محمد تختار المسلسلات اللي بش تكون فيها مثلا لو اقترح عليك مسلسل من المسلسلات اللي تعدى وفشي رمضان اللي فات بارع قاف وندو الحرقة تختار المسلسل اللي بش تكون فيه ولا يهمكين دورك لا طبعا اما فما حاجة اخرى خايبة نقولها واشاء الله المخرجين والناس اللي متكلفين بالدراما زادا يفهموها احنا وقت لنجيو ناخدموا معهم مش معناها بوخ فيخ ديونا بوخ توكوا خاطر عنا حاجة ورانا تعاقبنا عنا تاريخ يعاقبنا وعنا ناس تحب نتعاقبنا يعطي وقت وصارت لي برشة مرات ومرة جيوغوفيزي ومرة بدلت السيناريو كريمة ما عملتش اللي يحب عليه المخرج ولي مكتوب زدت من عندي وبدلت الحركات بش عطيت الشخصية بعد اخر يجي يعطيك الورق تيم برك ما يحطيك السيناريو كامل لليكن مش موجود قبل اولا حقرة في الممثل خاصة انكي يبدأ ممثل داس اغتناج وعندو كاريير بجيش تعطيه ورقة ولا ورقتين وكا ما تنجم تفهم كان السيكونس متاعك لكن ما وراءها وما قبلها شنوة جيت نشوف انا عاطين نزوز ورقات في فيلم بجيت نشوف من بعد نلقع هي ام الكل هتمشي صفا مي في الاخر طلعت صفا با اما بدلتها بدلتها والمخرج ما نجمش يقول لي حتى شي يعني اليوم نفهم سلوة محمد مش تحب جوزة الظهور للظهور تحب زدت من مهم بالنسبة لها الدور اللي تقوم بيه تفكر اميل بكوش مادام اميل بكوش لانحيا برشا كانت موجودة في اولاد مفيدة من بعد خرجت قالت يعني الدور مش كيما تعطالها كيما تقدم في التالف زاسار مونتاج ويمكن تعدى اينا برسو مش كيما كانت تتخيلت يغشش هيدا الممارسة احنا هدام عادو ما حاجات يصيرونا خاطر بعض التكنيك معناش دخل فيه فما امور تقنية زادة كيما انا في في المسلسل اللي فيها فتح الهداوي وليلا هلالله وحد رسول الله وليت ننسى برشا الاسامي براءة براءة فتح الداوي قديم قديم صيد الريم صيد الريم هلالله ممثل معناش ادى كيما يلزم دونك المخرج في المونتاج ينحيها فتحي زادة نحاولو برشا سيكون سيد في صيد الريم يغشش هيدا الممثل ولا عندكم ثيقة في المخرج دونك تعرفوا إن هيدا من صالحية المخرج نقوله حد شيء خاطر انفواء مثال دور كرة واحد تتولي الامر الكل في يد المخرج ما احنا ما هو اللي بشي عمل المونتاج هو اللي بشي شوف الحكاية وزيد المخرج مربوط زادة بالوقت اللي بشي عطيه ولو في قديش بشتتعدى وقت المعنيها الحصة اذا كان يلقاها الدي بوعد ولا الدي باس الوقت الوحي يزمو بشي نقص اشي نقص ذاك هو ورايو ينجم ينقص حاجات تخيز امبورتان ترا ويظلم فيها برشة ناس كيما ينجم ينقص الحاجات اللي برشة ناس انا واحدة من ناس قول ليه محلها جب ربي كينا حاها سيكو سيكا نبيلي منيش مقتنع بيه بتبعا هو زادة يهموا الصورة اللي بشي يخرج فيها الممثل اللي بيكون موجود في الفريقة متاعو احنا نحب نقول حاجة سامحني راهو احنا هالناس الكبار هدو مولي عنا كاريير ورانا بانسيغ ما هو مشو الكي مسال ومحمد فهم برشة ناس ما تتكلمش وما تعطيش رأيها وما تنصحش اينا افوخس دو انا غالب انا من دخل حاجة توجعني مش شوف شراك غالطة ونسكت مش شوفو كرام ربا متكون على حسنية علش منو انو انبه هكش انا اكبر منك وعندي اكسبغيانس علش ما نقول لك شراو هذي كاري هكا وهكا برشة ناس ميحبوهاش يقولو اليسر كلو فيه ايسا ماكو تيت تخو تخوش اغ برشة ناس يخافوا مني اي بوخطا اقولها نقولها معناها في كامل التربية في كامل الاخلاق وعلى المخرج نعيتلو واحدو ولا لس يبقو ميغاي سيطان وفي وذو وقلو رأي عندك فودة فورا كار يا رسول الله تتفلى دخل تموم مريو الاخضر خرجة مريو الاحمر نعيتلو قلو رأك عندك فورا كار يهبلو يحبواش دخلت قاكي ومايما وينو الماكياج يا ام تايما بيك الماكش ماكي جا برشة نحبك نظر ديماش بابا وحطا نحطا مزينا سيخطو عندكم كاميرا تصور انا في بيلي غاديوفوني في بالك انا على قلبك كل عسلك تقول هالي انتي على خطر انتي رمز الجميل خطر نحبك سيناوش يمني فيك والله الناس اللي اللحظوا لهم رو خطر نحبهم سيناوش يمني ان فلوس ساكي نعمل ملاحظة في عمل انا جوفي بارتي دوسوت خفايله مساعدنيش انو نهار اخر ينقضو ما رجيبش عملك الحمير الاحمر خبكت بدا تفرج علي نعم الحمير الاحمر اكيكا بش قولك المادام سلوى محمد مادام سلوى محمد انتي رمز الجميل وليليوم ما زلت مزيانة ومزلت كل الغزرة بتاع عينيك لي يبيدها نحن ما اقول وما تقول كنت كانت جاجة ابنيتي طوكي تخذ روحك في المريا شنو تقول سلوى محمد شنحب نشوف روحي في المريا لا لا نا بيخصو انك سيبت لفيا ياسرة يقول كل عمر عندو الشاغ ممتعي لما عندو حتى شعر منقضو على رويحنا ويزي من هالزين المرة قاتل كل عمر انا شعر شعر مش نو تتحسر على العمر العمر الزهور خلينا نقوله على الوقت اللي كانت الواحد معناها جميل وفي اخلاقه في منطقه مع الناس في تربيته في تواضعه انا نحمد ربي ربي عاطيني معناها كمية كبيرة 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 ياسر من التواضع وهي اللي خليتني عندي ياسر 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 ببليك ونحمد الله عليها خاطر سيبا فاسي بحبة الناس غاية كبيرة راه سيبا فاسي بش الواحد تحبوا الناس الكل اروه؟ تحجبت عم قدش تحجبت نهرتلي خرج في روتريت حقر لانا قبل ما نخرش في روتريت نصلي عندي اثناش ارسدان ايه كوم انا في الاذاء والتلبزة الوطنية ممنوع علينا دونك لجوغ وخذيت الروتريت متاعي في شي تعمل عمرتي وتحجبت كهو متفكر تصريح لي هيلا فاخر تعرف هالممثلة المصرية؟ شكوري هيلا فاخر عينيها خضركي في كنتي ممثلة ممثلة وزينا برشة وابوها ممثلة ومن عائلة فنية ممثلة والدها ممثلة كانت في تصريح لها تارفش قالت مادام قالت أنا تحجبت في فترة ما ولكن المخرجين واللي هم معادش عيتوا لي فقررت أني نحي الحجاب صحيح ممثلة الكل بليتو اللي أنا نقر عليهم المصريات الكل هم يقل العمل لامتاحهم وقل يتحجبوا أنا مرة جاني فيلم ومخرجة متاع عمراء مشيت قتلي نحي الفولارة رأسي رأسها في البيت نحيت الفولارة ورأت لشعري قتلي ليه حاشتي بيك رأسك عريين قلت لها طوبي ابنيتي معقولة وحد الزمين في العمرين قتلي خطرة عندي سيكوس مش تبدأ خارجها من بيت البانو وشعرك مبلول قتلي سيفاسي مشينا كل حد على روح وبعد بدلتني بالرغم اللي في المجتمع عمتانا فما محاجبات ما نعاودة راهو العمل مزلنا مناش مقتنعين بيها يعكس الواق عمتانا لا لا مناش مقتنعين صدقني الأغلبية كادخوفان ديس بوخصة مناش مقتنعين بالحجاب يا بنتي راو فما توتا معنى ها فما تاريخ في البلاد يا أخي كنا كنا عنا المحاجبات ما كانش عنا أمك مماتي كانت محاجبة ما كانش أمك كانت عم فلارة تربطها ما عناش الخمار والحاجات هذية ما كانتش عنا دونك حاجة دخلتنا جديدة برشة ناس مهمش قابلين مقتنع بيلي هو فرض مهمش قابلين هلا غالب شيخ حمود أسمعت وفي فام عباية الزرزي قال إنو الحجاب ما هوش فرض أنا قريته على برشة ناس برا مع كل احتراماتي وتحياتي للشيخ حمود أبن حمود نحبه برشة ونتبع فيه برشة وتوك ينوح في حاجة نهز التليفون ونسأله هو قل ورا وهكا وهكا النجم نكمل النجم نصلي النجم أي ينصح فيها برشة ويرحم والديه بالمناسبة أنا قريتها على عدة مشيخ أكبر في العمر ربارشة من شيخنا الجليل يقولوا أنو المرأة أبا خطير دو سواصنة أل بسو اللي بيغي من الحجاب عمرك ستين سنين ما عاش في حاجة مش تلبس حجاب خاطر الحجاب معمولكم كوا على الإغراء ألوكو سيني با فغي الإغراء ينجم يجي من أي حاجة أخرى مش كان مش شعر شعر إغراء يا رسول الله بو احنا ديننا يقول هكا ومع هذا ترى اللي توى ما مدينين وما عملي الحجاب كان لابلوباغ لعزيز فاما زيدا شباب زيدا فاما شباب فاما وين وسمحني بش أقولها بغدوت غريزا شنو معناه فاما ناس يعملوه باش تعرس باش يخطبوها باش كذا مش لا لا أغلب ييتهم نعرفهم لا يصلي ولا يقوموا يزي يعيش منتي أين من جمش نعك سكره اللي تقول لوتي ذكا هو ببروك كمي عندي إسperience عليك وعندي التراش أكيد أكثر مليانة بش هتكلم را حب نسمعك نحب نسمع تاريخ سلوى محمد سلوى محمد للوزارة الثقافة والدولة كيف شو أمورها معاك نعرفيش شو معناه ما عندكم حتى علاقة نو لا تتصل بيك وزارة الثقافة وقلك حاجة أخرى مدام عزيزة بولة برقدك ما عندي شرطري بش نقولك حاجة أخرى أنا بالنسبة ليانا بالطبيعة بدايتي كما كل الممثلات في عصري أول من طلعنا طلعنا علي دين وزارة الثقافة خاطر أنا عاملة مسرح في فرقة بنزر في فرقة السفيقس في تولش وكلنا تبعي لوزارة الثقافة ما تتمتعب حتى مرتبات وما تتمتعب حتى روتريت وما يمص مستعرفين لك ما عندك شرطريت أنت توا منيش عليهم هوم أنا الحمد لله يا ربي ويرحم والدين 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 وسمحني برا صمك تحية شكر كبيرة وتقدير واحترام لعبد العزيز قاسم تحية لي أستاذنا الكبير ومثقفنا الجليل اللي هو قبلني باش أدخلت للي ذاعة باش أذمن لي مصنقبلي خاطر كنت تصدقني باش نضيع خاطر إنسان تخدم في الوقت داك وأنا نخدم على عائلة منيش نخدم الروحي أنا كنت عندي عائلة عائلتي نجري عليها ونوكل فيهم ونشرب وكنت حتى في بعض الأحيان في اللي ذاعة نبدي عندي معناها برشة كشيات ويجي العيد باش ناخدوهم ما فمش فلوس في الكاسة نطلع نطلع نبكي للمدير بليه قدش كنتوا تاخذوا كل عم بشير يعطيني كشيات باش نشري علوش لدارنا قلوا سألوه محمد ها بتعطيها بش تشري علوش الله يرحم والدين والديهم الناس اللي وقفوا معايا والي يعاونوني أنا وصلت قلوا أنقذني عايشك عبدالعزيز أنقذني أنا ممثلة ممتازة وعندي العديد العديد من الانتاجات في الوقت داك أنا عمل ستة سبعة معناها أعمال تليفزيونية تليفزيونية جودي بياقبل لي ذاعة وما أقعد استنى وقتش يخلصوك خاطر ما كتعرف الكاسة نهار تحلو المشكل فيش عندي برشا انتاج عليش ما ننضمش للفرقة قلت له عايشك أنقذني دخلني الفرقة بش نولي عندي وردت بقار بش نقض عيلتي وبش تنقذني أنا راني بش نضيع على خاطر باربعين الف الشهر من يجمع يعمل لي حتى شي وقت ذيك ما وش برشا فلوس لا بالنسبة لي ما عنده شي وعايلتهم ما يسور فما النظرة غالطة مدام سلوة محمد لكم الممثلين دي ما يغزروا لكم كممثل رهو رمز البدخ وعنده برشا فلوس وعنده فيلا بالبيسي وعنده بارح بارك يا بنتي فما باي نبيع ونشري معاو معاو واحد ندرفاش نشري في خضار ولا عطار قال لي عادوا بربي انتو ما بربي الممثلين قلت له برا سمو قل لي انت عايش في تونس ولا ليه قال لي عايش في تونس قلت له مريش أغلبنا يموتوا في السبيترات ما عندهمش حتى باش يدويو مريش أغلبيتنا ما عندهمش ششاري مريش أغلبيتنا يخرجوا فيهم من دياره ما عندهمش خالصوا لكراه قلت له حرم عليكم معنا تنعتو فينا فيه بينو بنوعوت رونا ما عنيش اللي خدم على روحه وجريه ودب الراسه ولي عمل حاجات أخرين إلى جانب التمثيل لما روى التمثيل ما يعيش وعلى هذاك أنا منعت بناتي مش ما يعاملوش التمثيل وانتي هزيتي لسه إيه لذيكا حضريك مقرأوا كيف أفكارنا كيف بعضنا كنت بش نسلك بش نقول لك ش هذا اللي خليك تمنع بناتك إنهم يدخل التمثيل برغم اللي بنتك وميمة كان لها ظهور صغير في مكتوب مع سامي الفهري برشة ظهورات ظهرت في أنا هذا اللي نتفكر لا لا في برشة حاجات كانوا يعيطولها وقت اللي كانت تعمل لها في جوغا سيون هي وقتها آي خطر أنا كن نبعث بناتي الزوز أولاد خوية أولاد الزوز دا سيختناش كنت نبعثهم أبعال أولاد الكل بياسيوغ أصحابي هزوهم في جوغا سيون مش يتفردوا ويشوفوا الأجوام تعليسيديو ويتوصعها وخذيهم خذيهم مثلوا وداي المرة مثلت شايمة وميمة في مكتوب في مكتوب وعملوا برشة دي سيكونس دي بتيت سيكونس أما وقت لي كبروا ولا بريمانس بايا وحبوا يدخلوهم للجو شوفنا أنا كنا اللي خادمين خمسين سنة وينو صنع النسيح الممشي في بالم المستسألة الممثل في تونس كما فيه اليو يضرب فيه خمسمائة مليون ما تلو مش روحك تقول كارني استغلت الفرصة كمشيت المصر مثلا كمشيت المصر راني اليوم ممثلة عربية ما قعدتش في تونس برشة في فرص في مصر لكن ما نجمش نفارق بلايدي أولا وديما نقول لهم كلمة أنا حتى الزميليتي برشة يبدأوا معي قولوا ما نسمعي شبنتي راب جاي المصر منك ألوف برشة دي بلايتك أنا في بلادي ممثلة أولى مش نمشي غادي نعود حياتي منو الوجدية حتى يعرفوني ماجمت والي ممثلة أولى زي دا في مصر كيمة هند صبري عايش بنت شوف وغيره للممثلين انتي في بلادك ما توصلش ممثلة أولى إلا هكا وماشي المصر ما يعرفك حد في سعبش تولي ممثلة أولى سي فافري فما أمور تتخدموا فما ماشي نتوراك وفما عبيد وفما شركات وفما كذير يراهنوا عليك هو سيل مش تمشي من خليت شايمة تدخل للإعليم اللي هو بيدو زد ميدان بعدش برشة عالفن رأوا العليم وبيدو مشيكلوا برش وفلوسوا شوي ووه علي وطعبوا برش أنا أنا بريمه شايمة وشوعة برشة وحاسة برشة اللي كوم عندي شايمة معناها في قناة تونسنا واللي عندي كثير من الأخبار على القنوات الإذاعية وتلفزيونية اللي بينتوه بش تسكر سيمة لغو واللي أغلبية الصحفيات والصحفيين ما همش خالصين بالقمسة لستة شهر تصور انت إنسان عنده عائلة وعنده بيبي وعنده صغار وعنده كري ستة شهر ما يخلصش فما نسمعه ما عشي روحوا في ديارهم ما عشي روحوا يقول لي كم العقابة ليل مبات في الكرهبه البرة في الشارع بش ميجيش الملاك يدق علي هاكا المرأة والصغار غاديكا يسكت مسكين يحشم الملاك لأنه موقع يرى الرجل بش يقول لي أخويا فرحك أربعة شهر الخمسة شهر ما كشم خلصني خلصني قليش بش نقول بش نقوله روحوا ما خلصش ما صدقنيش يشوف في برامج تتعدى وشوف فيها نخدم وستمع فما صورة كاذبة قاعدة تروج على المماثلين فما مماثلين يخرصوا بالقديم فما الثنانين يخرصوا بالقديم فما إعلاميين يخرصوا بالقديم لكن الأغلبية لا ما هو شي صحية حيش بنت فما وبربي بلاد كاملا نحسبوا تخدم الناس حاب نحسبهم لك هني قلت لك سمحني سمحني علمية تخص بالملايين سمحني باش نقول لك فتحي لها الداوي وما أدرك وحيدة دريتي وما أدرك في حالة بتاع نقصان بتاع حيات كيفي أنا وغيري يتهموا فيهم بالباطل هاو شبنا يعطيناها 300 مليون في المسلسل وعطيناها صدقني أغلبيتهم ما هو مش خالصي ما هو يقول المرة الأخرى فتحي لديه ويريدين يسمع فيه قال أنا نساء القناة 300 مليون بربي كي ساكم 300 مليون باش يخلص يكريه باش يعايش دارو باش يعايش أولادو هالناس هادو مراهم هوا ما بيديهم مهددين كما أي مواطن خاطر أحنا ديك خدمتنا ودك السورس الوحيدة اللي يصوروا منها تخدم تعمل 3 أو 4 أو 5 مسلسلات وفي الأخر ما يخلصوكش معناه وين تمشي اشتعمل برشة برشة ممثلين يعني ومن نفس المشكل أكيد وصحفين وعنا 3 أو 4 من الناس واختي ذم كالوبيات تخدم مع بعضها ذم كي يخلصوهم وشوف يخصوش لي خاطر سمعت برشة حاجات على ناس من أكبر المذيعين من حابش نسمي الأسماء نحاولو كرابتو خاطر ما عندوش مش يخلص سامحني هو من أكبر معناها المقدمين اختي سامحني إذا كانا دكا ما عندوش فلوس ما أنا عندي فلوس أنا لحظت حاجة أنهم ينفخونا في كروشنا بالكذب يكذبوا علينا فلان يخلو 300 مليون وفلان يخلو منين جاكم انتم التدولة ما عنديش منين انتي بجي تجيبوا 300 مليون و400 مليون الممثل وشوف الملسلسل قدش فيه من ممثل وممثلة أسامي كبيرة منين على شكول تكذب والمستشهرين ما فهم ايه شو برشة مشاكل مادم سأحقيقا يا بنتي ما يخلصوا في حتى حد وبالأمور السلبية لكل خير من وقتنا راكم انتو ما أحسن ببرشة مننا أحنا كانوا كان اللي يستحق يطلع في بل فزا كان اللي الممثلة اللي تستحق تكون ممثلة أنا وصلت نمشي ونضربوها من تونس حطل تطوين ومن الدين في كار شق 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 لي وريكوا لي روعك ونصلوا غادي كذكرونا في دار الشباب بقي أكلنا في جنيبنا وجبونا كذكرونا بلاريسا ومعنا ياو سردينا وقدش نخلصو أندي ناخ سانك سان خمسة عشر مئة ملي وفرحانين وشيخين يا بنتي جنون وفرحانين وقتا كانت البركة موجودة هي لكن زادة لخمسة عشر مئة وقتا تقليبها قفة تاو أخرج بمئة ألف ماتجمش نتعملك حتى شي مخليك مادام سلوى محلى لحديث معاك أنا نشكرك برشة ونشكرك اللي قبلت الدعوة جيت طالية بحثينا ونديب ربي للمخرجين ما نحبوش راهو نتفرجو على أعمال ما فيهمش لكبارات متيعنا رانا بكباراتنا احنا نقدمو صغار تقدم الأجيال الجديدة راي تتعلم من الأجيال القديمة لمس التوافية يعني ما يقلقكش كمخرج انك تعايت الممثلك اعطات برشة للفن قدمت برشة للتلفزة التونسية للإذاعة التونسية ماذا بينا ما ننسوهمش في حياتهم مش من بعد ربي طول في عمارهم انتي مادام سلوى وغيرك نتفكرون كان يريت ويليت ووقتها كانت فنانة كبيرة ومحليها وما فمش منها نحبو في حياتكم نكرموكم نقدروكم نحترموكم ونشوفوكم في أعمالنا خطر لليوم نتفرجو عليهم شكرا لك سلوى محمد يعطيك صحة سمحني نحب نشكرك برشة زد أنت على الاستيضافة وتعرفني أميما نعاود نقول للي نحبك برشة رب بفضلك وانا بما أني وليت كيفاش يقولوها وناس قبل يقولك نسبتكم صحفيين أما مش نسبتكم هناك ندخلت فيكم شعب دوقت كلكم أولادي ولكلكم ابنتي ونحب كل صحفيين وصحفيين لأنكم مفايت بغتي دم ما فامي بغلو مما وندفع عليكم بكل ما أتيت من قوة إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب وأكبر أكبر دعوة نقولها اليوم يا ربي يا ربي يفرج على تونس يا ربي يفرج على بلدنا خاطر كان ميفرج على هي وطبعا مش مش تفرج علينا أحنا أمين يا ربي يفرج على تونس وربي فضلك مدام سلوة تحية كبيرة لكيمة للفريق نحن نخرج أخبار كنت معكم أومي معياري باي باي تشاو تشاو